من اللاعبين اللي كانوا مميزين جداً لموسم الماضي وخد وقت كبير جداً عشان يبقى مميز السنة دي مصطفى شلبي مصطفى كان واحد من قبرز لعاب الدول المصري الموسم الماضي مع امبي عشان يبدأ يخش مع نادي الزملك مؤخراً بدأ يبقى مصطفى مؤسر مع نادي الزملك ليه تأخر مصطفى شلبي كثيراً كده مع نادي الزملك لحد ما تقلق أولاً مصطفى لعب كبير جداً وعلى فكرة هو لسه لسه مستوى ما ظهرش مع نادي الزمالك مصطفى شلبي انا متأكد انها اتداء من الموسم اللي جاي هيبقى من الناس اللي جماهير نادي الزمالك هتتغنى باسمه انا بقول لك لانه كانت عالية جدا بس هو المشكلة ان هو راح في توقيت اللي نادي الزمالك فيه الحالة فيه ما كانتش مزبوطة ولعب بيلعب في نادي زي انبيا يا كريم الموضوع بيبقى مختلف كتير انه يروح لانه مش ابن قطاع يعني احنا عندنا لعبتنا اللي هما في قطاع النشقين متعودين انه هما قصاد جماهير وبطولة مصطفى الموضوع احنا كنا جايبينه من بترول الاسيوت اعتقد ومش ابن النادي فكون انه هو راح لنادي كبير جماهيرية كبيرة عظيمة زي النادي الزمالك الموضوع بياخد شوية وقت طبعا فمع الحتة ان الزمالك ما كانتش وقفة على ارض صلبة فده اللي اخره شوية انه انما انا بقولك انه هو البشاري ابتدى اتباني يعني هو ابتدى يبقى يتحسن هيتحسن بشدة اخي يا كبت محمد امبي الموسم اللي جاي هنشوف نسخة امبي السنوات الماضية العظيمة ولا هنشوف امبي عنده بعض الصعوبات لا ان شاء الله من الابتداء من الموسم الجاي يا كريم ان شاء الله بدون ما قطعني هتلاقي امبي بعيد جدا على المناطق اللي احنا بنبقى فيها دي بعيد جدا ومش اقدر اقولك ان انا بقى هبقى هروح افريكا بس لا هنرجع تاني امبي ليه مكان في الدوري محدش هقدر يتكلم فيه مشان مشان نروح للمنطقة دي تاني ان شاء الله اه اللي هو منطقة انه منسرع على الهبوط يعني اه امبي لما يلعب مع فريق يبقى ند قوي كبير يبقى لق ده ان شاء الله وعدك بيه الموسم اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله